يا رب قولا واحدا وبعتقد انه مصر كما كان يقول سيد عويس في داخلها من الداخل قوة عندما تلامس الوطنية تنطلق كالمارد انا عند الامان ده وانا لما بقولك يا خالد فيه بطلاط وفيه ندلات ما انا في يوم من الايام خرجوا من السجون المسجلين خطر سبعتاشر الف مية تمانية وستين واشتغلوا على تاكسات ودخلوا الحياة العامة وعملوا بلاوي صحيح خرجوا وبدأ يحصل لم تاني انا لما بحس ان فيه ناس بتضغط على السرطة بتفرس لانه الميليشيات بتطلع اشعاعات على الشرطة على الشرطة والاشعاعات ما بتلقاش ردود عليها ولذلك انا يعني لما اسمع شيئي بيتقال اتصور على طول انه الراجل اللي في مجلس الوزراء يطلع فورا يعني يعني فيه تقصير هنا اه طبعا عارف ميزة محلب ايه كان بيتكلم على طول انه بيتكلم على طول وبعدين عسكري مطاف الدولة اي نار يروح ويحتويها النقطة اللي عند المهندس شريف اسمعيل انه اقلاني اكتر من اللازم في بلد محتاجة العاطفة الناس احيانا تطلع كلام كده تقولك ايه طب هو السيسي هيفضل طول عمره يقول يقولك انتو في عناية ومش في عناية وبيترياؤه يعني ديكتاتورية عبد الناصر كانت بالنسبة لنا زي السكر ولما جيه راجل بيقول انتو في عناية وبيتطب على هذا الشعب اللي ما حدش تطب عليه ابدا صحيح عشنا في زمن مبارك هدوق وعشنا المليارات وعشنا اعلى حد من التنمية لكن كانت هناك رجال اعمال بيكلوا البلد من جوه بيارقضوها من جوه ادي المعنى الفرق طيب وانت شايف بقى استاذ مفيد ان الاعلام يمضي في في اتجاه لا يعبر عن هذا الامل انا بشوف ان الاعلام خالد انا سعيد انك انت قلت مهم قوي ان الاعلام يبتدي يأمل بعث جديد للامل اقسم لك بالله ان ده هيفرق كتير اشتركوا في القناة